اليهود الآن يعتقدون أن ما يفعلون هو دين والآن هم يتمسكوا بإزالة المسجد ويعتقدون أن هناك هيكل المزعوم تحت أنقاط المسجد الأقصى ويعملون بذلك بجدية الدين والحقيقة والحديث نفس السؤال أين نحن المسلمين من هذه القضية المحورية إذا كان لنا هؤلاء اليهود يعتقدون أن ذلك دين ولهم يعني كما لنا مشايخ وهناك من يفتونهم ويلتزمون التزاما صارما كما نلتزم نحن بصراءة الجمعة وفيها نصوص واضحة إذا نيود إلى الصلاة من اليوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله هم أيضا هناك من يستمسك بيوم السبب دين وكل الذي يفعلون هو دين وهم جادون في هذا الطريق وهم تغريبا نساء ورجالا مسلحون يعني الفتاة عارفة يستعمل كل نوع الأسلحة من الدبابة إلى الطبنجة والمسدس وهم جادون وهم يسيرون في خطة ثابتة نحو تحديق أدافهم والأمة الإسلامية للأسف الشديد في ثبات عظيم وفي نوم عجيب أنا أفتكر أن هذه الاحتفالات هي رمزية وهي رسالة قوية جدا أن هذه القضية لا ولن تموت وسيظل هناك من يطالب بهذه القضية العادلة والآن احتفل كل العالم الإسلامي تغريبا مع بعض الدول العربية ولها يعني مشاكلة الخاصة أو لها رأي واضح في القضية الفلسطينية لكن كل الدول الإسلامية تغريبا احتفلت بيوم الأرض احتفالا يعني يليغ بمقام هذه القضية العادلة فنحن إن شاء الله سنظل إن شاء الله في الأمماني القدس ومعنا عدد كبير جدا من منظمات العاملة إن شاء الله سنطرق على هذه القضية حتى لا ينسها الناس وحتى تكون حية وجزوة متغذة في نفس الناس بإذن الله صحيح دكتور عمر كما ذكرت في بداية حديثي يعني ثلاثة وناربعون عاما والقضية مستمرة ولن تنتهي وذكر إحياء يوم الأرض عن المستمرة يعني برأيكم هذه السنوات الطويلة من إحياء يوم الأرض إلى أي مدى يمكن أن يسهم في توحيد الجبهة الداخلية وفي زيادة التلاحم الفلسطيني الفلسطيني أرجو أن تحدثني بكثير من التفصيل لكن لدينا ماذا نتابعها ثم نعود إلى التحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا دكتور عمر يعني سألتك عن التلاحم الشعب الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني يعني إلى أي مدى يمكن أن تزداد ونحن نستثير سنويا يوم الأرض بكل تأكيد لا أحد ينكر أن المنهجية التي قام عليها الاحتلال وقامت عليها قبل ذلك المستعمر البريطاني أنها فرق تسد وفي التفرق الضعف والوهن والخور وفي التوحد والوحدة فيها القوة وفيها النصر والتمكين وتحقيق الأهداف لكن لنكون أكثر منطقية وأكثر وضوح في الطرح هناك مشروعان داخل الساحة السياسية الفلسطينية مشروع ينطلق من عقيدة ومبدأ ومن ثوابت وراسخات يعتقد اعتقادا جازما أن الطريق الأقرب لتحقيق الأهداف في العودة وفي تحرير الأرض والمقدسات واسترداد كل أراضي فلسطين التي احتلت عام 48 و 67 هو طريق المقاومة طريق الكفاح وطريق النضال بشتى أشكاله حتى لا يفهم أن المقاومة هي معنى فقط حمل السلاح لا هذا شكل من أشكال المقاومة وفي توجه آخر أو شريحة أخرى آمنت بأن بالتفاوض ممكن أن تحصل أو تحقق ولو شيئا يسيرا وثبت بالممارسة العملية أنها لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا لأنه كما قيل سابقا ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة وهذا المحتل الذي جاء إلى هذه الأرض وانتزعها انتزاعا من أبناء شعبها لن يستطيع ولن يعطيك شيئا منها على طبق من ذهب لا بمفاوضات ولا بغير ذلك ولكنه يحاول أن يخدع شريحة من المجتمع الفلسطيني ويخدع أيضا شريحة من المجتمع العربي والإسلامي ويخدع العالم ويظهر أمام العالم بأنه دولة ديمقراطية تنادي بالحرية وهو أبعد ما يكون عن ذلك هذه الدولة وهذه الكيان الذي قام على أنقاض شعب وعلى أنقاض تاريخ وحضارة هو اليوم لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة وبالتالي أعتقد أن تكلفة مقاومة الاحتلال أقل بكثير من تكلفة التفاوض معه لأنه انظر المقاومة في قطاع غزة ماذا أجبرت المحتل؟ أجبرت المحتل في عام 2005 على الخروج من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة واللي كان يومها يتحدث زعيم الإرهاب الصهيوني شارول يقول أنه نيسانيت كتل بيب وهي مستوطنة أو مستعمرة احتلها داخل قطاع غزة كانت يسكن فيها المستوطنين الأصاين داخل قطاع غزة كان يعتبرها كما ولو كانت تل بيب طب ما الذي جعله يخرج منها؟ المحتل لا يفهم إلا هذه اللغة لا يفهم إلا لغة القوة وبالتالي توحيد الصف الفلسطيني مطلب أساسي وضروري ولكن على ماذا يتوحد الشعب الفلسطيني؟ يتوحد على مشروع واحد يتوحد على رؤية واحدة يتوحد على أهداف واحدة لا أحد يستطيع أو في الشعب الفلسطيني كائنا من كان أن يقول فلسطين ليست للفلسطينيين وفلسطين ليست للأمة العربية والإسلامية لأنها أرض وقف إسلامي ولا أحد يستطيع أن يقول أن فلسطين ليست من البحر إلى النهر وإن كان هناك بعض الأصوات أقول التي لا تمثل إلا نفسها لكن جمعة الشعب الفلسطيني هي تنادي وتتحدث بكل قوة أن هذه أرضنا وهذا وطنا السليب ولا بد أن نعود إليه ولا بد أن نحرره ونطهره من هذا المحتل الغاصب لذلك المشروعان في تناقض وفي تباين دورنا هنا أن نحاول أن نسمي الأمور بمسمياتها بشكل واضح وأن نبين ماذا أنتج هذا المشروع وماذا حقق على أرض الواقع وماذا أنتج هذا المشروع وماذا حقق على أرض الواقع وكم من الشعب الفلسطيني يؤمن بهذا المشروع ومستعد أن يضحي من أجله وكم من هذا الفريق الآخر أو التوجه الآخر يؤمن فيه ستجد أن هناك فرق شاسع كبير جدا والدليل على ذلك لو نظرت التاريخ الفلسطيني ستجد آلاف الشهداء وآلاف الجرحة وآلاف الأسرة هل أثناهم ذلك ما في أسير بيخرج من سجن يقول لك أنه لن أقاوم وسأرفع الرأي البيضاء وسأؤمن بمشروعاته أبداً يقول لك يخرج من السجن ويكون أكثر إصرار على المقاومة وعلى العمل لفلسطين الجريح إذا سبقته أطرافه إلى قدرها يقول باقي جسدي أكثر إصراراً على تكملة المسير كذلك الشهداء لنا نماذج كبيرة جداً جداً من تضحي بكافة أبنائها من أجل هذه القضية العادلة ويوم أن تعلم بخبر استشهاد ابنها تقوم وتزغرت وتوزع الحلوة لماذا هذه الروح التي بعثت في هذا الشعب ولماذا هذه الجذوى المتقدة لأنهم يؤمنوا بعادلة قضيتهم ولو أن هذه القضية ليست عادلة نتخلى عنها أهلها وهي أيضاً رسالة للأمة العربية والإسلامية كما راهن المستعمر على أن يخرج القضية الفلسطينية من إطارها الإسلامي الكبير ومن إطارها العربي الأكبر الأقل ومن إطارها الفلسطيني وجعلها في الإطار الفلسطيني أو في إطار منظمة التحليل الفلسطيني تحت مسمى من مثل الشرعي ووحيد الشعب الفلسطيني نعم يضيق بعض القضية يضيق بعض القضية وبالتالي يصبح المواطن في المغرب يقول ما لي أنا ولا فلسطين إذا كان أهل فلسطين هم من يتحدث عنها ويتفاوض بإسمها وكذا أنا ليس لي إيش وأنا يكفيني أموري الداخلية ومشاكلي التي أعاني منها وبالتالي هنا استطاع المستعمر أن يحقق مأربه أن يخرج القضية الفلسطينية من إطارها الإسلامي ومن إطارها العربي وجعلها في الغطار الفلسطين نحن نقول أن فلسطين هي قضية الأمة قضية مليار وسبعمائة مليون مسلم في كل أنحاء العالم لما تمثله القدس من مركزية ومن محورية لما تمثله القدس من أنها أولى القبلتين وثالث الحرامين الشريفين وهي عقيدة هذه الأمة مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلا أستاذ عربي دكتور عمر تحدث عن محورية القضية الفلسطينية وهذه لا شك فيها بصفتكم الإعلامية التناول لقضية العربة المحورية الآن في الإعلام العربي كيف تنظر إليه أخي كريم الله أنت سألت سؤال لدكتور عمر سؤال ممتاز جدا واحدة أيضا من المشاكل الكبيرة جدا في هذه القضية العادلة هو الإنقسام والإنقسام حقيقة يعني يعني مشكلة كبيرة جدا والإعلام العربي السالب يتناول هذا الإنقسام وكأنه ينحاز إلى جزء غير الآخر يعني ينحاز إلى الجزء الذي يتكلم عن التطبيع يتكلم عن المفاوضات المفتوحة المباشرة مع العدوب وأنا أفتكر هذه واحدة من المشاكل يعني يترك لب القضية نعم وأصبح يتحدث عن يعني الفرعيات الفرعيات والسلطات نعم نعم بالضبط كده ولذلك يعني حقيقة يعني الواحد يتألم جدا لم يهي كاتب عربي يتحدث عن القضية الفلسطينية ويقول والله هذه ليست من أولوياتنا ويتحدث آخر مسؤول يعني دون ذكر الأسماء يعني في بلد إسلامي كبير يتحدث أيضا عن قضية بأنها هي قضية ثانوية ثم يذكر الانقسام الذي يحدث حتى قال أولا ندعى الفلسطينيين اتفقوا بعد ذلك نحن نجيب معهم أنا أفتكر هذه النظرة سالبة جدا وهذا يعني أنا أعتبره هروب ونحن نرى أم أعيننا لو لا هذه المقاومة الكريمة هذه المقاومة التي قدمت أرتال من الشهداء وعدد كبير من الجرحة لانتهت القضية ولكن هم ظلوا الآن وما يثري يثري الثطر أنه هذه يعني الهجمة الأخيرة على على غزة يعني سبحان الله لأول مرة ينطلق الساروخ من غزة إلى العمق الإسرائيلي إلى تل أبيب مما أجبر العدو أنه يعني يتكلم عن مفاوضات ويتكلم عن هدع ووقفة لغنار يعني التفاوض من منطلق القوة فهذا العدو لا يعرف إلا القوة وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ولذلك إذا كان انتهى الانقسام فما بالك يعني إذا انقسام انتهى وصار الإخوة الفلسطولين حاجة واحدة ممكن أن يصنعوا دفاعات قوية جدا وتوقف إسرائيل في حدها أنا أفتكلم يعني نحن ندعو في كتاباتنا وندعو أخوانا الذين يكتبون أن يتكلموا عن هذه ويطرقوا عن هذه القضية والشيء المهم جدا أنا أعتقد أنه لا بد أن نفصل بين هي ليست قضية عربية وهي ليست قضية جغرافية إنما هي قضية دين ولا بد أن نحن يعني في رسائلنا إلى الناس نتحدث أن هذه القضية كما تحدث الدكتور هي قبلة قبلة المسلمين الأولى وهي مسر النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحدث الكبير وهي التي قاوم قبلها الناس من عمر بن خطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد ثم صلح الدين الأيوبي هذه القضية لم تموت وظل الناس صلح الدين الأيوبي ما عربي هو كردي ولكن سندل إنه قضية قضية إسلام قضية دين وليس قضية عروبية ولا شعوبية إنما هي قضية إسلام ونحن الآن دورنا نزبد للناس ونؤكد للناس إنه هذه القضية قضية إسلامية في المقام الأول ألقى الفلسطينيين قدرهم جغرافيا كانوا في هذه المنطقة ولكن ممكن يكون هل السودان وممكن يكون هل نيجيريا وممكن يكون هل أثيوبيا وممكن يكون أهل تركيا هم في نفس المكان بتاع الفلسطين ولذلك هذه القضية قضية محورية قضية الإسلام الأولى قضية محورية قضية عادلة قضية الدين كما اليهود الآن ينظرون إلى هذه المقاومة وينظرون إلى الاعتداءات التي تتم هي دين وعندهم شهداء أيضا وعندهم جرحى شاليد واحد يعني أقاموا الدنيا كلها ومستعدين يعني كان في مقاومة الأسرة القنطار ومن معه يعني برفات برفات وهم يزعمون أنه دي أرض الميعات وهنا في السودان يعني أخذوا بعض الرفات إلى إسرائيل فهم حريصين كل الحرص أنه تقوم دولة إسرائيل الكبرى وفي الغي العربي وفي الثبات العميق الناس دي نايمين نايمين يعني الناس دي الآن يسيرون بخطة ثابتة نحو تحقيق أهدافهم ولولا هذه المقاومة اللي انتهى كان المسجد الأخصخ كان انتهى وكان قاموا على أنقاض هيكل سليمان المزعوم ولك المقاومة ولذلك نحن نركز على المقاومة وفي ذات الوقت ننظر إلى إنهاء الانقسام ولا بد ينتهي هذا الانقسام وهذه هي النقاط الأساسية التي ربما قد تدعم يعني قوة القضية الفلسطينية وهي انهاء الانقسام الداخلي لديه فاصل قصير دكري أمر وستاذ محمد ثم نعود نتواصل إن شاء الله شكرا